بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في كتابه الكريم إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى أمرنا بالطاعات والعقل أيضا يرشدنا إلى ذلك لأن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بالنعم ومن لطفه علينا أن بين لنا ما يضرنا فنهانا عنه وهذه المنهيات الذنوب هي في حقيقتها خبائث يجب على الإنسان أن ينزه نفسه منها أحيانا قبح الشيء منكشف لدينا وأحيانا قبح الشيء غير منكشف لدينا لقصور علمنا فالله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته علينا بيّن لنا وأرشدنا إلى ما ينبغي أن نتركه وما ينبغي أن نفعله وهذه المعاصي أو هذه الذنوب الضرر الأساسي منها يرجع على الإنسان نفسه لأن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده ولا يحتاج إليهم في شيء وإنما خلقهم ليرحمهم لا لحاجة منه إلينا وإلى غيرنا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هذه الذنوب قد يكون لها آثار ملازمة لما هي تلك الذنوب وقد يكون لها آثار جعلها الله سبحانه وتعالى لتلك الذنوب وبيّنها لنا من لطفه ورحمته لنتحذر عنها أول أثر من آثار الذنوب سواد القلب في الحديث الشريف إذا أذنب العبد ذنبا ظهر في قلبه نقطة سواد أو نقطة سوداء حسا القلب يراد به الروح يراد به النفس وهذا السواد يراد به الاحتجاب عن نور عن النور الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى على القلوب هذا بحث آخر فإذا أذنب ذنبا ثانيا ازدادت هذه النقطة السوداء وإذا أذنب ثالثا ورابعا وخامسا وواصل الذنوب هذا السواد ينتشر إلى أن يغطي كل القلب وحينئذ يختم الله سبحانه وتعالى على هذا القلب فلا يفلح صاحب هذا القلب أبدا الآية الشريفة تقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله ويكون مصير صاحب هذا القلب إلى النار هذا أول أثر يكون أثر للذنب الأثر الثاني الآثار الدنيوية كل ذنب إلى أثر والآيات والروايات بيّنت هذه الآثار ليس بالضرورة جميع هذه الآثار تكون لكل ذنب ولكن أي ذنب من الذنوب لا يخلو من الآثار أكو في الحديث الشريف أن العبد ليدعو الله سبحانه وتعالى ومن شأنه أن يستجاب له فيذنب ذنبا فالله سبحانه وتعالى ما يستجيب إليه إحنا بعض الأحيان ندعو ثم نقول يا رب لماذا لم تستجب دعاءنا وأكو بعض الأحيان الإنسان يصر في دعاء سنوات وسنوات وسنوات يدعو دعاء لا يستجاب له أسباب عدم استجابة الدعاء كثيرة من جملة الأسباب الذنوب يعني الإنسان يدعو دعاء الله سبحانه وتعالى يقدر له قضاء حاجته أو استجابة دعاء بمجرد أن يذنب الله سبحانه وتعالى عقوبة له على ذنبه لا يقضي حاجته لا يستجيب دعاء وبعدين هذا الإنسان يتصور أنه لماذا الله سبحانه وتعالى لم يستجب دعائه تارة الله سبحانه وتعالى يقدر الرزق لعبد من العبيد فيذنب ذنبا فالله سبحانه وتعالى يقتر عليه في رزقه طبعا أسباب التقطير في الرزق أو التضييق فيه متعددة ولكن من الأسباب هو هذا الله قدر له لأن الله كريم رحيم لطيف قدر له ولكن بسوء عمله سبب تغيير ذلك التقدير إلى ضيق في رزقه الله سبحانه وتعالى قد يحبس الأمطار بسبب الذنوب لذا عدنا صلاة الاستسقاء لماذا الإنسان يصلي صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء خموفة أمر فيزيائي اللي يغير في الجو وفي الكون وما إلى ذلك وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأسباب الطبيعية فالذنوب تسبب أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر تلك الأسباب فيحبس الأمطار هناك في حديث شريف يرويه ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي وحاصل هذا الحديث أنه ما من سنة أقل مطرا من السنة التي قبلها كل سنة ينزل من المطر ما نزل في السنوات الماضية ما كو نقيصة في كل العالم وهذا الأمر أيضا أثبته العلم الحديث العلوم التجربية أثبتت أنه الأمطار التي تهطل على الأرض هذه الأمطار ليست في سنة أقل وفي سنة أكثر متساوية في كل السنوات وإنما مكان هطولها يختلف في مكان يمكن يصير جفاف في مكان آخر المطر أكثر يهطل هاي الظاهرة اللي الآن جديدا في السنوات الأخيرة يسموها الاحتباس الحراري في مكان من العالم يصير جفاف وفي مكان آخر سيول شوي التوازم بسبب فعل الإنسان اختل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فالمطر هو ما قل لأن رحمة الله سبحانه وتعالى هذا المطر لم يقل ما قلت رحمة الله سبحانه وتعالى ولكن بسبب فعل الناس بعض الأحيان الأفعال المادية بسبب سوء الاستفادة من الطبيعة وأحيانا بسبب الذنوب الله سبحانه وتعالى من منطقة يمنع المطار هذا المطر اللي كان مقدر لهذه المنطقة وين يروح؟ يروح في الصحارة يروح في البحار يروح إلى قوم آخرين كما في الحديث الشريف وقد يكون من آثارها المصائب والمشاكل والأمراض أكو في حديث ما من نكبة الإنسان ينكب بها ولا صداع ولا كذا ولا كذا إلا بذنب هذا بالنسبة إلى غالب الناس وإلا أولياء الله سبحانه وتعالى أجل من ذلك إذا أصيبوا ببلايا أو أمراض أو مصائب فإنما هو لرفع درجاتهم ومن الآثار الدنيوية أكو في حديث شريف أن الإنسان يذنب الذنب إلى سبعة أجيال من ذرية يبتلون بآثار ذلك الذنب إذا واحد ظلم يتيم في يوم من الأيام في أبناءه أو في ذريةه أيتام يظلمون أثر طبيعي لظلم هذا أيضا لا يخالف العدل لأنه ما يصيب الذرية ليس عقوبة للذرية لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى إذا جدهم أذنب فهذا مو معنى أن ما يجري عليهم عقوبة لهم أو إذا واحد أكل أموال اليتامة في المستقبل يتامة نفسه أيضا تأكل أموالهم ليس عقوبة لأيتامه لأنهم لم يفعلوا ذنبا وإنما هذا نتيجة عمله هذه ليست عقوبة لأولئك نتيجة العمل يعني نشوف إذا مثلا الأم الحامل استعملت بعض الأدوية التي تشوه الجنين أقول لأن يصير تشويه في الأجنة بعض الأحيان بسبب استعمال الأم أدوية أو الطبيب أخطأ في تشخيص الدواء أو في وصفة الدواء فسبب تشوه في الجنين زيون هذا الجنين شنو الذنبه بحيث أنه شوه بسبب أن أم أكلت الدواء الخطأ أو الطبيب أخطأ في كتابة الوصفة أو بسبب أن أبويه لم يراعوا الموازين التي ذكرت في الروايات في حين إنعقاد النطفة شنو الذنب هذا الجنين هذا ما إلى ذنب إذا شوه تشوه ليس عقوبة لهذا الجنين هذا نتيجة فعل الأب نتيجة فعل الأم مثل أفرض واحد يظلم إذا واحد قتل إنسان زين المقتول شنو الذنب أنه زهقت روحه ما إلى ذنب لكن هذا نتيجة الظلم نتيجة الظلم أن هذا المقتول زهقت روحه معقوبة إليه وإنما نتيجة الفعل إذا الإنسان أذنب في بعض الذنوب أثر ذلك الذنب إلى سبعة أجيال من نسلة معقوبة لهم وإنما هذا ظلما منه إليهم يعني هذا الأبد يظلم ذريته بهذا الفعل مثل ذاك لأكل أموال اليتامة هو يظلم يتامة نفسه أيضا في المستقبل بفعله هذا هذه الآثار الدنيوية وهناك آثار أخروية الدخول في النار وهذا من الآثار الأخروية إذا هو مؤمن يستحق الشفاعة التأخير في الشفاعة ما من إنسان من المؤمنين إلا ويحتاج له الشفاعة إما للنجاة من العذاب أو لرفع الدرجات ماكوا واحد من المؤمنين يعني إذا مؤمن مات ولم يذنب ذنبا قط وعمل بجميع الطاعات هذا يحتاج له شفاعة نعم يحتاج له شفاعة صحيح هذا ماكوا علي عقوبة ولا يستحق عقوبة لعدم ذنب ولكن هل يحتاج إلى رافع درجات يحتاج إلى رافع الدرجات لأن الآخرة وللآخرة أكبر درجات أكبر تفضيل فالإنسان يحتاج إلى شفاعة الرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام إما لغفران ذنوبه المؤمن يعني وإلا الكافر لا تناله الشفاعة إما لغفران ذنوبه أو لرفع درجاته زين فما من إنسان من المؤمنين إلا وهو بحاجة إلى الشفاعة زين لكن متى أكو في حديث أنه بعض الشيعة لا ينالهم الشفاعة إلا بعد أن يمضوا في جهنم ثلاثمائة عام ثلاثمائة سنة في جهنم هس من سنوات الدنيا أو من سنوات الآخرة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون هذا بعد ما ندري هس نقول من سنوات الدنيا ما يخالف ثلاثمائة سنة ثلاثمائة سنة تناله الشفاعة زين بعض الأحيان لا يعاقب وإنما ثواب يتأخر يعني واحد من المؤمنين أذنب ذنبا في الرواية في الحديث الشريف أنه مئة سنة يتأخر في دخول الجنة يحكم عليه بأنه هذا من أهل الجنة وراح يدخل في الجنة بس يخلوه في الانتظار إيش قاد؟ مئة سنة فهو في الانتظار مئة عام وينظر نص الحديث هذا وينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعم مئة سنة هالشكل لا يعذب بس فيه انتظار وبعض الأحيان الانتظار أشده من الموت هذه ليس عقوبة عقوبة هذه الآثار الدنيوية والأخروية رحمة الله واسعة صحيح لكن الله حكيم أيضا الدنيا لأنها عند الله لا قيمة لها كف الحديث الشريف لو كانت للدنيا منزلة عند الله بمقدار جناح بعوضة إحنا عدنا البعوضة شنو قيمتها؟ حتى جناحة يكون إلى قيمة لو كان للدنيا كرامة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى بمقدار جناح بعوضة لما سقق منها كافر أبدا ولكن الله يعطي الدنيا للكفار لأن الدنيا ما لها قيمة لذا أكو في الآية الشريفة أنه الدنيا المؤمن أسمى من الدنيا ولولا جهة الله سبحانه وتعالى ما كان يعطي الدنيا للمؤمنين أصلا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون لأن الدنيا ما لها قيمة لولا أنه هذا يسبب أن غالب المؤمنين لأن إيمانهم ضعيف يكفرون لأجل هذه الجهة الله سبحانه وتعالى أعطى شيئا من الدنيا للمؤمنين لا لقيمة الدنيا لا الدنيا ما لقيمة وإنما بسبب أن بعض المؤمنين أو غالب المؤمنين إيمانهم ضعيف إذا دائما شاف الكفار مرفهين ودائما المؤمنين فقراء غالب الناس يكفرون هاي الآية نص هاي الآية ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني أمة واحدة يعني مجتمعين على الكفر ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن أي واحد أي كافر لبيوتهم سقفا من فضة السقف البيئة يكون من فضة ومعارج يعني سلالم درج من فضة عليها يظهرون يعني يصعدون ولبيوتهم أبوابا يعني من فضة وسررا عليها يتكئون يعني قنفات كنبات من فضة أيضا عليها يتكئون وزخرفا بس شنو بس الحكمة اقتضت أنه لا يكون كل الناس كفار لا يبقى أنه بس المعصومين مؤمنين أو كم واحد من الأولياء يكون الناس أيضا كثير منهم مؤمنين فلذلك الله سبحانه وتعالى أعطى قسم من الدنيا إلى المؤمنين فجعل حسب أحد الأحاديث في هؤلاء المؤمنين ثروة وفقرا وجعل في أولئك عن الكفار ثروة وفقرا طبعا أكثر الثروة من الكفار جعلها وإلا الله سبحانه وتعالى أعطى المؤمنين شيئا من الدنيا لا لقيمة لهذه الدنيا ما له قيمة المؤمن أسمى منها فلذلك الله سبحانه وتعالى يعوض المؤمن بالجنة ليش لأن الآخرة الجنة الله سبحانه وتعالى أعطاها القيمة أنت مؤمن لك قيمة الجنة أيضا لها قيمة فنعطي من له القيمة الجنة التي لها قيمة فهناك الجزاء الأوفى وكذلك في الحديث الدنيا لم يجعلها الله عقوبة لكافر لأن جريمة الكافر بكفره وشركه أعظم من أن يعاقب في الدنيا لذا تشوف غالبا الكفار منععمين والله سبحانه وتعالى لا يعاقبهم في الدنيا غالبا ليش لأن جريمة أكبر من أن تعاقب في الدنيا قد واحد من الإخوة كان يمثل مثال يقول نفرض صدام لعنة الله عليه قتل الملايين شرد الملايين انتهك الحرمات قصف المراقد المشرفة هاي الأفعال اللي فعلها زين شنو عقوبة أكو بالدنيا اللي تساوي جريمته اعدام قتل ملايين يعني اعدام يساوي قتل الملايين انتهك الحرمات يعني اعدام يساوي انتهاك هذه الحرمات لا هذا جزاء بالآخرة الدنيا ما لها قابلية لكي تكون عقوبة لكافر كما في الحديث الشريف ولا ثواب لمؤمن لأن عقوبة الكافر الدنيا ما تتحملها ففي الآخرة ثم يجزاه الجزاء الأوفر والدنيا ليست ثواب لمؤمن لأن المؤمن أسمى من الدنيا والدنيا لا قيمة لها فثواب في الآخرة فإذن الإنسان لازم يلتفت أن الذنوب لها آثار وضعية على نفسه وعلى ذرية في الدنيا في الآخرة بعض الأحيان المؤمن يذنب الكافر هم يذنب الله يعاقب المؤمن في الدنيا دون الكافر واحد يقول إحنا ليش نشوف كل المصائب في بلادنا الكفار في بلاد الغرب منعمون مرفهون ماعدهم مصائب من اليوم اللي يولد إلى اليوم اللي يموت هذا الكلام هو في إطلاق إشكال مو صحيح هكذا ولكن السبب واضح كما في الأحاديث الله يريد يطحر المؤمن فلذا يبتلي الكافر هو من قاعة نجس من قاعة خبيث ما يحتاج إلى تطهير أنت إذا عندك ثوب هذا الثوب توصخ تنظف هذا الثوب لأن هذا الثوب ثوبك تغسله لكن إذا قطعة في صحراء توصخ تروح تنظف هلو ما له قيمة عندك المؤمن الله سبحانه وتعالى أعطاه القيمة فإذا أذنب الله يعاقب في الدنيا حتى يطهره ذاك الكافر أذنب ما له قيمة ليش يعاقب الله بالدنيا يعاقب بالآخر إذا أنت إلك ابن هذا ابنك ارتكب مخالفة تنهر يمكن تضرب يمكن تعاقب لكن إذا فد واحد فد ولد بعمر ابنك في الشارع ولد الشارع ارتكب نفس المخالفة أصلا لا تهتم لماذا إذا واحد قال لك الجريمة أو المخالفة مخالفة واحدة لماذا ضربت ابنك ذاك الغريب ما ضربت تقول ذاك الغريب ما يهمني ارتكب ما ارتكب أنا شعلي هذا ابني الله سبحانه وتعالى يقول هذا مؤمن ليش ليش ارتكب مخالفة توصخ لازم انطهر ذاك الكافر ارتكب مخالفة هو من قاعة خبيث من قاعة طين تمنطينة سجين ويحتاج تطهير واحد الشيء النجس نجس العين الكلب يطهر الخنزير واحد يطهر لا يتركه يطهر الشيء لقيمة زين اذا الانسان بهذه الكيفية المؤمن لقيمته عند الله سبحانه وتعالى الله يعوض بالجنة لعدم قيمة الدنيا الله سبحانه وتعالى لا يعطي المؤمن منها الا القليل زين ويريد الله سبحانه وتعالى يرحم هذا المؤمن والله رحمن يعني رحمة واسعة رحيم عند رحمة خاصة بالمؤمنين فإحنا علينا ان نجعل انفسنا قابلين لتلك الرحمة ولزيادة تلك الرحمة وهذا بيدنا هذا بيدنا والله سبحانه وتعالى هيئة الظروف انت في بلد المؤمنين هاي نعمة كثير من الناس مو في بلاد المؤمنين في بلاد الكفار واحد في بلد المؤمنين يريد يعبد الله سبحانه وتعالى اسهل الله سبحانه وتعالى قدر ان يكون ابويك مؤمنين هاي نعمة فالانسان يولد من ابوين كافرين عادة هو يصير كافر اذا يريد يغير هم دينه في صعوبة شديدة اجتماعية صعوبة نفسية اما واحد هو مولود من ابوين مسلمين تربع على هذا الامر هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى انعمها علينا ارسل الانبياء والائمة هذه نعمة الله تفضل علينا بهم وإلا اما مرتبتهم حول العرش مرتبة سامية جدا لا انمن الله علينا بكم فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها واختار ايام مزيد الرحمة فيها واختار امكن هذه الامكن الله سبحانه وتعالى ايضا يفيض فيها الرحمة اكثر من امكن اخرى ومن افضلها مراقد المعصومين عليهم الصلاة والسلام والاولياء يفيض الرحمة فيها فكل شي مترتب لنا زين الانسان في هذا الوضع يأتي ويعص الله سبحانه وتعالى هذا ما يستحق عقوبة زائدة ما يستحق تطهير من الله سبحانه وتعالى بان يقع في صعوبات بل الانسان الذي يذنب عادة ذنب بسبب ضعف ايمانه لو ايمانه كان قوي ما كان يذنب فيحنا علينا ان نستثمر هذه الظروف المناسبة التي الله سبحانه وتعالى هياها لنا غمرنا بهذه النعم فنشكر تلك النعم لكي الله سبحانه وتعالى يزيد من النعم علينا في الآية الشريفة في سورة سبا هؤلاء كانوا في اليمن يسكنون قوم سبا الله سبحانه وتعالى انعم عليهم بمختلف النعم بلدة طيبة ورب غفور وفي الحديث الشريف من اليمن الى الشام بلادهم متصلة القرى متصلة يخرج من قرية الى قرية ثانية ما يحتاج لا اذا المسافر يحمل زاد لماذا لانه قرية من قرية متصلة اذا خرج من قرية يرى القرية التي امامه ما يحتاج يحمل زاد زين فقالوا ربنا باعد بين اسفار وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزاق الله انعم عليهم لكن كفروا نعمة الله فالله انتقم منهم بني اسرائيل الله كان يرسل عليهم المان والسلوى زين السلوى طير لذيذ اللحم السلوى خلاصة سامق بعض الأشجار لذيذة بدون تعب بدون نصب يجيهم قالوا لا من نريد هذا نريد ثوم وبصل عسى عدس وخيار وهكذا زين ما يخالف ازرع الله سبحانه وتعالى قطع منهم ذاك وابتلوا بالزراعة وجهد ونصب وكذا وثوابهم اقل احنا مغمورين بالنعمة ان شكرنا هذه النعمة بشكر عملي الشكر قد يكون باللسان واحد يقول شكرا لله وقد يكون بالقلب بمعنى عرفان النعمة في قلبه يعلم ويعرف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي انعم عليه هذا الشكر القلب والشكر العملي بالطاعة طاعة الله وترك المعصية هذه شكر عملي الله سبحانه وتعالى يزيد وإذا الإنسان يغير نحو الأفضل بالنسبة إليه فواحد يستثمر هذه الظروف المناسبة التي هي الله سبحانه وتعالى يشكرها شكرا عمليا والله سبحانه وتعالى يعوض هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة في نفسه في ماله في ذريته في دنياه في آخرته والمقامات الأخروية هي أكبر من النعم الدنيوية كثيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يوفقنا للعمل الصالح وللتوبة من ذنوبنا هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمة للماتي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة